مرحبا حكوا بمسلسل ابتسم أيها الجنرال عن تجريب الأسلحة الكينيائية على السجناء السياسية أنا قلت يومتها مبالغتي لحكي لكن حصلنا على شهادات من اثنين كانوا موجودين بأحد القطاعات العسكرية بالسين يعني فيه ضباط كانوا موجودين مشاهدوا على شغلة مهمة جدا كون التجارب كانت تصير هونيك بأبو الشامات المطار السين ومعمل اسمنت البادية وأبو الشامات رابع بعضهم يعني في كذا كيلو متر بينهم بهذه المنطقة كانت تصير عملية عملية التجريب كان هناك مثل مختبرات للأسلحة الكيميائية يسمونها عمر واحد عددها أربعة مختبرات يسمونها عمر واحد عمر اثنين عمر ثلاثة عمر أربعة هذه يضربوا فيها سجناء ويضربوا عليهم شيء يضربوا عليهم كيماوي الكيماوي يضربوا بمحلات بعض عن بعضهم ويضربوا بمحل معين بيشوفوا البعيد امتى مات والقريب امتى مات وقديش للا مات وشو صار معه وهل هو فعال وقديش بدنا كمية من من الغاز للنقتل مثلا دائرة يعني يعملوا تجارب ويشوفوا فعاليته والتجارب كاملة يعني من تفعيل المادة السامة إلى تركيبها بالطيارة إلى قصفها انه كله مزبوط يعني حتى تكون العمليين ناجعوا عم يتدربوا فحتى عام 2008 كان لسه هذا العمل شغالي هاي التجارب شغالي وقسم من سجناء تدمر والسجناء التانيين اعدموا بهذه الطريقة اختفوا وصار في مقابر جماعية كمان يبعيديك المنطقة هلأ بيروحوا للنظام بده يفضيه دقوم نكشفه على أقمار الصناعية بنشوف وين حاطت لكن عنا نحنا معلومات أولية عن مقبرة بهذه المنطقة كانوا عم يطوروا كان المسؤول عن هاي اللعبة كلها زلهمش هاليش هلأ بنلكون بغير ليش مات زلهمش هاليش لماذا مات زلهمش هاليش مثل ما قلنا لماذا مات علي حيث طيب المسؤول عن التجارب والدفن كان زلهمش هاليش شخصيا استعملوا غاز الفوسين وغاز الفوسجين والخردل وستعملوا غاز الأرسين ضراز سي إن شخطة ثلاثة هلأ الطيار اللي كانوا يستعملوا أكتر شي لحتى يطلق حتى يعمل يعني ينفذ العملية هو العقيد عبد الكريم عليها نلقى وضاحة والطيار مجرموا عليه عقوبات دولي هو كان مسؤول عن ضرب الكيماوي هو دائما كان هو يعني الخبير في هذا الموضوع هلأ بعام 2008 جابوا قنبلة لون أحمر على مطار السين سحبوا من السرب البعث سرب البعث 699 هذا فيه طيارات 29 فيه له عنبر اسمه جيم واحد هذا العنبر بحطه فيه الطيارات مشان ما تنقصف يعني وقاموا طيارتين التسع وشرين وفوتوا تلاتة وشرين تلاتة وشرين مو كله لا طغفية يعني ما مشكلة قديمة شوي جابوا طيارتين تلاتة عشرين هن قاعدين بالعنبر عم يركبوا عم يزخروا واحدة عم يزخروا واحدة الميج تلاتة عشرين عم يزخرواها حدواني ركبوا له هذه القنبلة الكيميائية المحل تبحها بعد ما ركبوا له الصمام طبعا القنبلة تكون اول شي صمام لحال والقنبلة لحال صمام التفجير يركبوه بالاخر مراكبينه مراكب للاخر مزبوط دل في مسافة ميليين ثلاثة ما حسنوا يدخلوها ما حسنوا يدخلوها بالتحميل فخبير اللي جاي مع القنبلة هذا من مركز البحوث طبع الكيميائية معه مطرق بلاستيك من هيدي طبعات اللي بدقوا فيه على السيراميك ففكر انه من دق قنطفي هيك بتفوت وهو عمده نفست فجرت طبعا فجرت هي ما بتفجر انفجار يعني نفست طلع الغاز قتل ستة وعشرين شخص كل اللي كانوا بالعنبار انتهوا نهائيا ماتوا ماتوا فورا حسب ما رصدوا الشباب الشهود طبعا عنا شاهدين احياء حسب ما رصدوا كان تجي سيارة زيل عسكرية زيل مية وثلاثين تابع على الشرطة العسكرية هذه مركبها بدال الشادر مركبها قفص سجن يعني سيارة سجن تابع على الشرطة العسكرية تجي من اتجاه تدمر ويجرسدوها عدة مرات تجي قبل التجربة وتصير التجربة بس هاي التجربة اللي صارت وقت روحها حالا هي كانت يعني اللي خليتوا ان يفهموا شو عم يصير انه شو هاد يعني يحملوه بالطيارة ويضربوه حدنا وتطلع الطيارة هيك على ارتفاع بسيط بتزد القملة وبترجع امام تطلع ارتفاعات عليه ايه اللي صار بعدين انه في احد الناس للمعارضة من المنشقين حكى على هذا الموضوع وقالت الحكى ان هذا الموضوع من الاعلام بيختفي زرهم مش هايش ويموت بعد خمسة ايام متل ما اعلنوا بخمسة عشر مايو 2022 في ماشفراز طبعا هون اخد ابتسم ايوها الجنرال ونزل بطريقته بعد ما حكى من تبع المعارضة فهيدي لحنا نستكمل نحنا الادلة ونجمحها ونبعتها للتحالف الدولي للتحقيق انتو هلا دغري روحوا على المقابر الجماعية ونشيلوها نحنا عم نصوركم من الجو مش هننسبت عليكم اغبياء نظام السوري وزولهم مش هايش طبعا هو لانه نفس طريقة نجحت معهم طريقة تصفيد شهود تبع الحريري حتى لو كان ابن عمته يعني شو اثر يعني انه قتله شو عليه بده يموت بده يموت في النهاية قتل الكافر هي تخفيف تخفيف للزنوب فاقتله قال له كان ابن عمته شو قصة يعني بيقتله شو بيقتل ليقتل اثنين مليون سوري ليقتل نص الطائفة العلوية بيقتل يعني مع شغلة صعبة هو اصلا نظام للقتل عرفتو كيف ان كان بالكيماوي او ان كان لانه يضرب بالكيماوي يعني بيضرب بالكيماوي بيقتل في الناس واذا اضطر بيقتل اللي يضرب الكيماوي كمان وبيقتل ما مشكلة يعني بده اللي يقتل يعني هو يعيش على القتل نظام القتل فهي بده تصير ملف جديد ليثبت انه هذا النظام يحضر ارتكب جرائم حرب بالكيماوي وبانتاج الكيماوي انه جربوا على بشر احياء سجناء سياسية قبل يعني سابقا يعني هذا النظام مش مجرم لانه اضطر لانه قامت عليه مظاهرات هو عم يخطط للجريمة من قبل فهي دي بننضيفها على ملف سيزار وملف الكيماوي لطرار 2-1-1-8 انه فيع تحضير مسبق وتجرب على بشر احياء على بشر احياء كانوا بالالفين وثمانية لسه لا في ثورة ولفشي يعني عايام الدكتور بشار رأسات اللي بتعتبروه انه هو يعني يجب ان يترشح لرئاسة الجمهورية وهو عم يجرب الكيماوي على بشر احياء يعني هاي الجريمة لحالة بحد ذاتها سجين سياسي تجرب عليه سلح يعني ما عملها لا هتلر ولا عملها استهدين ولا عملوها يعني عملوها على النازيين على اليهود فقط عرفتوا شو؟ يعني النازيين عملوها على اليهود فقط يعني بمستوى جرائم هتلر وغيره فهذا اللي اللي عم نحكيه اليوم بلازم يعني يتوسق وشهود تسجل شهاداتهم ويكونوا مستعدين وينصار الموضوع وانا ان شاء الله ببعدكم انه ادمر التحالق والتقرير وشكر جزيل يعني شكر جزيل للشباب اللي حكوا اللي طبعا طباط اللي انشقوا حكوا يعني كتر خيرون ناس يعني شهادتهم مهمة جدا يعني متشهادة قيصر لانه هاي الجريمة بنفس المستوى مش المشكلة عدد مشكلة يعني تشوف نحنا النية الجرمية النية الجرمية اللي عند النظام ما كان عم يعمل الكيماوي ليضربوا على يدافع عن سوريا كان عم يجهزوا ليضربوا على الشعب السوري بدليل انه جربوا على الشعب السوري بدليل انه جربوا على المعارضة بدليل انه جربوا على المعارضة جاب ناس من المعارضة وجربوا فيهم ليش ما جاب ناس من النظام؟ لانه هو هيك نيتو اذا هي شي قانوني انه نية النظام يستخدم السلاح الكيماوي لقتل شعبه ومن قبل من قبل ما تقوم عليه السورة يعني خطط من قبل ما تقوم عليه السورة فهمتوا شو القصة هذا دنيا قانونيا مهم والاخوة المحامين بيفهموا هذا الموضوع بيفهموا تماما والقضاء طبعا ايه يتبع اشتركوا في القناة